هل تريد وصفة تبيد لك البشرة الوجهة و ترجعي باللارة تحمق و تشعلي؟ اليوم جبت لك وصفة خلطة رائعة تكون تجربة ديالا ان شاء الله امامكم في الفيديو هي وصفة او خلطة الكركم السحرية لعلاج التجاعد كاهم حاجة البنات هي التجاعد تجاعد 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 كنا نحن نساعدنا هذا المشكل تنعانوا منه سواء كنا في العمر صغيرة او في عمر كبيرة سواء كنا نفسي سيني لعشرين و تلاتين تجاعد تجاعد سواء كنا في عمر سيني لعشرين و تلاتين تسكون بعضها الكيمية القليلة ولكن نحن نشطة الطرق كان بيوم تخلصوا منها بأي طريقة اليوم جبت لك وصفة خرافية غزالة ستعجب الكبار كيفما ستعجب حتى النساء التي تسولني في علاق ويقولون يبغينا وصفات لعلاج تجاعد المبكرة ستعجب ان شاء الله جميع الفئات وقبل غزالة لا نتعرفها لمكوناتها وطريقة تحضيرها وإستخدامها وإستعمالها وكل التفاصيل أريد أن نقول للناس لأول مرة يكتشفوا معي لشين مرحبا بكم و ألف مرحبا سوف يوميا كل جديد يوميا تنزل على الأقل فيديو هاي في اليوم فنحاول نعمل ماكسيموم ديالي بكل طاقة و بكل حيوية ونعمل مونتج ونعمل بزاف ذي الأمور اللي كتب أكيد لا تكتبنش هي وراء الخافاء ولكني كان جي نقدم واحد الفيديو وكينال ريدة ديالكم وكتوصلوا العدد كبير من اللايكات كل شي كيهون وبالعكس كنزيد نتحمس كتر ونزيد نبضع كتر وكتر فنتمنى البنات توصلوا هذا الفيديو العدد كبير كبير من اللايكات يعني ليك تشوف في يدها بقى تخبط اللايك وتفرقوا على الفيديو باللايكات ولكن انتي ما زال ما مشتركش نوك تسنيرا يوميا تنزل دي فيديو جدادين وزوينين وغادي نالو الردة ديالك فاشتركي مرحبا بيك فعلي زل جرس خليلي تعليقاتك خليلي اقتراحاتك خليلي استفساراتك خليلي شنو تبغيب تشوفو في الفيديوهات المقبلة ولا الفيديوهات المجيش شنو المواضيع اللي تبعوني نتكلم فيهم أكيد أي سيوجي وأي موضوع حبيتوني نتكلم فيه فغادي نجيكم به على الرسول عين ولكن نشتركوا مرحبا بكم وفضلا وليس أمرا نهائيا الحمد لله إذا عجبكم المحتوى عجبكم أو لا بليتو عجباتكم القناة فغا تشتركوا وغا تفعلوا زل الجرس وعلى بركة الله غا مش باش نتعرفوا على مكونات الوصفة اللي هي صراحة بسيطة قسم بله البنات يلا بسيطة كنحاول دائما نجيب مكونات اللي هي بسيطة ورخيصة وأهم حاجة أنها تكون في متناول الجميع يعني كبار وصغر تعملوا هاليا وعلى بركة الله غا نتعرفوا على هاد المكونات هادو ستحتاج معي أول حاجة كما قلنا هي الكوركم أو لا الخرقوم البلدي هنا عندي هاد الكوركم هادا اللي كان مشي عند العبطار كنجيبو صراحة طري وكيتحنوا ليتماك يعني بشكدا نعرف بأنه الكوركم اللي غا نتخدمها كوركم زوين يعني نوعية جيدة ستحتاج معي ان شاء الله إلى دقيق الأرز يعني كما نقوله بودرة الأرز أو للروز مطحون ستحتاج معي إلى الحليب المجفف أو للحليب نيدو هنا عندي هادا حليب بودر زوين زوين لبنات هاد الحليب المجفف فره غاية في الروعة لبنات كيبيض وكيوحد وكيعالج تسبوغات وكيعالج تجاعد وكيعالج جميع المشاكيل والشوائب موجودة في البشرة ديالوجه ستحتاج معي ان شاء الله الحليب المجفف وغادي تحتاج معي كمية من الحليب كامل دسم لدينا الحليب بودر والحليب السائل إلا ما عندك الحليب السائل عوضيه بضانون ولا فرماجة يعني قطع ديالجبن معكيها وستخدميها في هذا الغسير وغادي تحتاج معي ان شاء الله صفار بيضة إما البيض العادي إما البيض البلدي على حساب المتوفر بغيتي تستخدمي البيض البلدي استخدمي بيتي تستخدمي البيض لهادي استخدمي هو في بشرة الوجه كان صح بالبيض البلدي زوين ولكن مثلا في الشاعر أو في الجسم أو في بزاف ديال الأمور أخرى ما نصحكمش بالبلدي البلدي استخدموا غالي بصرة الوجه فقط فكيما قلنا إما البيض البلدي إما البيض العادي يعني صفار بيضة وغادي تحتاج معي ان شاء الله إلى النشا أو ما يسمى بالدورة أو المايزينا عندي شوش ديال الماركات أغنوريهم لكم لأنه بزاف نساء أسولوني على الماركة ديال النشا بحكم ما كيستخدمه مش بشكل كبير أولا بشكل كتير فكينا هاد نوعية هادي وهي زهرة الدورة غبرة كما كنقولوا أو ما يعرف بالمايزينا أو بزهرة الدورة أو النشا فهذا الباك هادا كيعمز بعد يالدراهم يعني 140 مغربية وفيه 170 جرام نتمنى أن نتبليكم فيه 170 جرام كينا واحد الماركة أخرى وهي هادي ديال النشا الدورة الممتاز ديال إيديال وفيه 180 جرام يعني الوزن الصافي 180 جرام حتى هي زوين زوينة المهم أي ماركة عندك سواء هادي ولا أخرى اللي عندك استخدميه هاده هما المكونات اللي عندي صراحة بساط ورخاص ودائما الحمد لله في المتنوى ديال جميع يعني ممكن أي شخص أي شخص يعمل هاده لغوست هادي وإن شاء الله تكون نتيجة وتكون أشياء إيجابية وغنتعرفوا على طريقة تتحدى اللي هي بسيطة للغاية فغتاخدي معي إن شاء الله واحد واحد إناء وغادي تضيفي الكمية اللي بغيتي ديال كوركم غادي نضيفه كمية من الحليب المجفف أو للحليب بودر غادي نضيف ملعقة من دقيق الأرز وغادي ناخد سفار بيضاء هنا غاية البيض العادي كما قلت لك ممكن تستخدمي البيض نسفر عندك رزين بهتر بزين البشرة ديال الوجه فبسم الله نحاول نحيد ذاك البيض نحيض ذاك البيض قمت بغذائها كما تلاحظو هذا البيض هاي لابن سأستخدموه في عدة وصفات يعني شيطر ما هو لادر اذا نحتاجه بزاف ديال وصفات اخرى وكننخلطو كل شي وكننحاولو نجمعو هاد الشي بالحليب واللب ضانون واللب بفرماج حاولو نبنت مع كل وصفة مزيان هاد الوصفر هاد قبط للي علاج تجاعد نتمنى كل شي باختاجي هاد الفيديو لانها سحرية المفعول كتجب بدل بشرة الوجه خمسة دقيق دقيق الاولى من استخدامكم لهاد لاغوستة يعني في اول مرة غادي تجربيها في خمسة دقيق الاولى غادي تحسي بالبشرة الوجهة ديالك بحل اللي عملتي لها بوتوكس يعني كتجبد 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 وغزالة كتحمقي ايضا كتسفي البشرة كتعالج لكتسبوغات لاتخاس الحبوب لنمشوا الكلف يعني الحمد والله رائعة بكل ما في الكلمة من معنى ونتمنى يا ربي انكم تجربوها وتقولوا لي في كومنته كيف اجزتكم مش فعلا عجباتكم او لا لا وهذا هو الشكل ديال لغصيت هانتوما انا هنا ما خليتاش بقوة معاقد المية في المية يعني كما كان قولو خليتها شوية شوية نص نص والنتيجة ديال هاد لغصيت حتى اياه غدي نخليها لكم اكيد في الفيديو غدي تبهل لكم باش تشوفوا النتيجة ديال هاد لغصيت وايضا تشوفوا حتى الوصفة كيفاش يعني تخدمات يعني التطبيق ديالها في الوجه وايضا حتى بعد ما انشفات وزولتها غدي نحطها لكم في الفيديو باش هكذا يبليكم البرهان ونسبليكم النتيجة خورا فيا خورا فيا لبنات قسما بالله نتمنى كل شي كل شي يجربها وتقولوا لي في كومنته كيف اجزتكم مش فعلا عجباتكم او لا لا والمهم ده بغندي نطبقها معاكم انا على اليد ديالي باعدها هانتوما بسم الله تبقية بها طريقة هذي تبقية بها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طريقة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة